بيسهر أكثر الرجل بيسهر أكثر مايل للسهر أكثر ويصيب الخمول الصباحي أكثر يعني إن شاء الله يا رب نكون ساعدناكم أكيد أنتو هلأ ذكرتوا إذا في حدا مرأ عليكم إلا ما يكون مرأ علينا حدا يا رب هاي المعلومات تتفيذكوا ساعدوهم المرشد الصحي النفسي هو كادر أحد كوادر الطب الحقيقية الضرورية في مجتمعنا وقادر على حل الكثير وإن شاء الله دائما خصوصية المريض محفوظة ولازم نشجع المرضى مش يخوفهم مش كل حدا بروحهم طبيبا ثاني بيكون يعني يتهم بعدم الطبيعة أو إنه غير طبيعي أو مجنون أو هذا الخطأ هذا هي الأشياء اللي بتزيد من مصايبنا بالمجتمع يا رب يكون لدينا تقبل للحديث والحوار والنقاش الطب المفتوح أكثر مع جميع جهة طبية بمصلحة جميع أحبائنا وأصدقائنا حترككم هلأ مع فاصق قصير وبنعود بعرفكم على ضيفي وبنباشر حلقتنا عن زراعة الأسنان إحكونا خطوط التليفون رح تكون مبتوحة فيكم تحكو على صفحة الفيسبوك تبعيتي أنا دكتور ماك أونلاين على فيسبوك سلاش فيسبوك دوت كوم أو فيسبوك دوت كوم سلاش دكتور ماك أونلاين أو اليوتيوب بتقدروا تحضروا كل حلقاتنا لما تنعاد أو أرقام التلفونات رح تطلع قدامكم على الشاشة فليز إحكونا رجاءا فاصل ونعود مجلة الصفحات التبية الأولى من نوعها في الأردن مجلة طبية ومتخصصة تزدر عن شركة الأولى للمطبوعات المتخصصة مجلة الصفحات التبية دليل كالتب في الأردن حياة ملؤها الصحة ترجمة نانسي قنقر عدنا لكم من جديد أهلا وسهلا عزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من أطباء على الهوى إحنا هلأ بأخر شهر بالسنة وشهر فتت السنة على النهاية وكذلك الموسم الأول يمكن من أطباء الهواء قرب من نهايته لسه قدامنا حلقتين إن شاء الله وترجعوا تشوفونا فيهم وتشوفونا بعدين على أول السنة الجديدة إن شاء الله في الحزم الجديد من البرامج إذا ما اكتب لنا نكون معكم مرة تانية ضيفنا اليوم ضيف مميز من أشهر وأحب أطباء الأسنان على قلوب المرضى معروف لشغله المتقن اللي وجهه المبتسم بعروف لي عمله المتفاني بالمنطقة العربية كلها ليس بس بالأردن للصراحة بيعالج في كثير من البلدان بيحاضر في كثير من البلدان هو مثال للطبيب الجديد الطموح الذي يحمل كثير من العلم أخصائي أكاديمي صاحب طلة رائعة في العيادة وخارجها دكتور ثامر ديم أهلا وسهلا شكرا على زيارتك إنا اليوم تشرفنا أحسنك ها تقول اللي حكيته أهو الله هيك أحسنه أولا هيك نشوف نحضر لك محاضرات هون وهون بيشرفنا أنك إنت معنا اليوم صدقا يعني على المجهود بالأردن وخارج الأردن أنا بعرف عنه بكل وضوح بكل بلدان العالم كثير بيحبوك الدكاترة والمرضى من المنطقة العربية بيحبوا يسمعوا منك الطرفين ويستفيدوا منك وإحنا اليوم بدنا نفيدكم أنتوا بكل ما بتحبوا تسألوا أرقامنا موجودة بليز تفضلوا تسلوا في نائحكم مع الدكتور تامر هو موجود معكم اليوم وأي معلومات لأي طبيب أو أي ضيف من ضيوفنا حابين تاخدوها مننا تحت الهواء إحنا بنحب نساعدكم وندلكم عليهم إذا حبيتوهم طبعا أو على غيرهم كمان إحنا بنخدمكم بعيوننا دكتور تامر ديب أخصائي تركيبات السنية المتحركة والثابتة دكتور تامر ما يعني اختصاص تركيبات السنية المتحركة والثابتة يمكن جديد هذا المصطلح طويل ليس صح جديد على المرضى أنا بحسه طبيب الأسنان بشكل عام مدة الدراسة تراوح من الأربع على الست سنوات نعم هاي بدرس فيها طب الأسنان العام يعني كل شتى فروع طب الأسنان بأخذ بستان من كل زهرة بحيث يكون ملم بالأساسيات اللي بقدر الطبيب العام أنه يعالش فيها المريض طب الأسنان تطور بشكل ملحوض خصوصا بأخر عشر سنين بالضبط عشر سنين وعم نجد أنه مثل ما الطب البشري فيه طب عيون طب أنفه أذنه حنجرة عم نلقى الطب الأسنان بكل المجالات الدقيقة وحتى تحت الدقيقة عم نلقى أنه إلها اختصاصات اختصاص العصب اختصاص التقويم اختصاص اللثة اختصاص الجراحة اختصاص التركيبات السنية الثابتة وأطول اسم طب طيب شو بنقول دكتور إذا بدنا نقول للناس بدنا نوعيهم شو هو مرحلة الاختصاص بعد باكالوريوس الأسنان قد يعدوا يدرسوا وقد يدرسوا بعدين اختصاص وشو الشهادات اللي معروفة إليك بطب الأسنان موجودة عشان نوعي الناس على الاختصاص في طب الأسنان أنا كتير بحب وحي عشان نوعي مثلا بنلقى كتير ناس يقول لك أنا رحت عن دكتور اختصاص التجميل تمام أو رحت عن دكتور اختصاصي زراعة للاسف هناك كتير عنا مسميات مش دقيقة مش دقيقة عنا السلطة الوحيدة المحولة المخولة في الأردن تعطي ألقاب الاختصاص هي المجلس الطبي الأردني الاختصاص المعتمدة هون في طب الأسنان في الأردن هي الاختصاص الكبرى اللي هي اللثة العصب التركيبات الأسنان الأشعة السنية التقويم الجراحة أما الاختصاص العامة هي أخصائي تجميل الأسنان أو أخصائي هوليو دو سمايل أو أخصائي النجوم أو أخصائي الزراعة هاي مصطلحات غير دقيقة نصيحة دائما لأي مريض لما يفوت على ياده هلأ هو بن بهر بلقى والله 16-17 كرتون معلقين كمام؟ أنا عامل ليك بس المهمة فيهم واحدة بتكون اللي هي بتكون اسمها شهادة اختصاص سادر من وزارة الصحة الأردنية ونقابة أطباس الأردنيين هاي بتعني أنه الطبيب هاد مختص في هذا العلم وعشان نوضح أكتر غالبا هاد الطبيب بيشتغل بس هاي الشغلة ما بيشتغلش كله آه عندك تخدعه إنت متلان بتقول له متلان بتعملي عصا بتعملي عصا بتعملي تلبيسة إذا رضي يشتغل لك تلبيسة أهذا هو شخص هو يكون بشتغل شغلة واحدة بس برضو عشان نوضح للمشاهدين الأعزاء الطباء الأسنان قادرين على فعل كثير طبيب الأسنان العام ووافقني دكتور تامر طبيب الأسنان قادر على فعل الكثير يمكن دكتور بكل مجالات طب الأسنان يعني أستثني منها يمكن اللهم ربي الجراحات الكبرى والتقويم والتركيبات العظمى يعني اللي فيها ترميم وجه وهيك شغلات يعني هاي بدها أخصائي بس يقدر يستطيع طبيب الأسنان العام على القيام بكثير من ما هو تحت هدول الإختصاصات بيقدر يعمل عصب بيقدر يعمل حشوات بيقدر يعمل تركيبات بيعمل بس ببعض الحالات تيجي بالعصب وبالحشوات وبالتركيبات وبالأطفال فعلا بنحتاج للأخصائي وإذا بهمنا مصلحة المريض بكون فعلا مطلوب الرأي ثاني وزي ما برجع بذكر بقول ويقل بوافق للدكتور تامير طول عمره الطب عبارة عن عمل فريق وليس ون مان شو ليس استعراض لرجل واحد هو فريق متكامل يعمل في جميع الإختصاصات بهدف واحد وهو صحة المريض هذا إشي كتير مهم طبيب الأسنان العام المميز ممكن يكون أنجح من الأخصائي في بعض أنا بجد حالي مميز في هاي الشغلة ممكن فعلا نلقى أنه هذا الطبيب مميز بهذا الجزء من الطب اللي هو مهتم فيه حتى لو ما كان أخصائي بس أنا داما زي ما شدد عليها هاي اللي أنت حكيتها هلا أنه عمل الفريق يعني أنا بروح بلقى أنه خمس أطب بعم بيشتغلوا عليه هلا هذا لأنه الناس عندنا لسه مش متعودين مثلا أنا بيجوا عندنا على عيادة بيجوا بيشتغل عصب بقول لأوكي إحنا الآن سنحاولك على أخصائي العصاب وبترجع أنا أخصائي تركيبات بركب لك السن بيزعل لا دكتور اشتغلي كل شيء أنا جاي على اسمك آه أنا بدي إياك أنت أنا بتشرف فيك بس صدقا هذا المختص سيشتغلها أفضل مني بالأخير هي سمعة الفريق اللي بتصنع العمل الناجح مش الوان مان شو أو السوبر دينتست أو طبيب الأسنان السوبر بالعكس رحم الله أنا عارف قدرة نفسها دائما صح مضبوط وكل واحد يعني شو بقوله أعطي الخبز خبازه يعني ما في واحد بيعبر كل إشي آه دكتور احنا بدنا نحكي اليوم عن زراعة الأسنان بما أنه هي من الثورات في طب الأسنان في العصر الحديث آه ببساطة إيش إذا بدنا نفهم المرضى إيش هي زرعة الأسنان لأنه بتسمع العجب بالعيادة ما هي زرعة الأسنان ما هي زراعة الأسنان هلأ آه زراعة الأسنان هو علم بدخل تحت أكثر من فلاء من طب الأسنان يعني ممكن أخصائي الجراحة أخصائي الأمراض الليثة وأخصائي تركيبات الأسنان والطبيب العام بإمكانهم يقوموا بهذا الطبيب العام المدرب بإمكانهم يقوموا بهذا الإجراء هلأ آه زراعة الأسنان هي تعريفها أنه نحن عم بنعوض آه سن أو عدة أسنان أو حتى فك كامل مفقود عن طريق استخدام أوتاد معدنية غالبا مصنعة من التيتانيوم هلأ في عنا ثورات جديدة أنه تصنع من الزيركون أو من أمور أخر مواد بلاستيكية بس أنه غالبا من التيتانيوم بهدف أنه أنا أعوض هاي الأسنان المفقودة الزراعة بشكل عام فيها شقين رئيسيات اللي هم الشق الجراحي اللي هو أنه أنا أجيب هذا الوتد أو الجزء المعدني وأحطه في فك الإنسان والجزء التركيبي اللي هو بيشمل تركيبة الأسنان بعد التعام الزرعة هنحكي فيها تفصيليا يعني مراحل الإجراء عشان وضح للمشاهدين بس قبل ما نفوت إنه ليش فكروا بزراعة الأسنان شو فوائدها شو الميزات منها حسب ما أنا بعرف أو هيك سمعت إنه مفروض إنها بتفيد المظهر النطق و هلأ أول شي أنا لازم أعرف مثلا قبل ما أوصل للزراعة شو اللي وصلني لها المرحلة بالضبط اللي أنا عندي فقدان أسنان صح هلأ فقدان الأسنان فقدان أو رح أفقد أو رح أفقد أسنان عنده كثير أسباب هلأ في الأسباب الوراثية إنه الإنسان ممكن يعني يولد وخل ما يكون في عنده سن سنين وواتيبر هلأ أسنان وتهدم الأسنان هلأ هذا غالبا تجعل الإهمال يعني السن إذا يتعالج أول بأول يكون علاجه سهل وغير مؤلم و يصل لمرحلة لأنه يأما خلع السن أو مفطر لا يفقد هذا السن هلأ أنا عندي الأمراض اللثوية هلأ كثير ننساها في بعض الأمراض تساعد على فقدان الأسنان بالمحصلة أنا عندي أسنان مفقودة هلأ الأسنان المفقودة في عندي غالبا ثلاث خيارات لتعودها الخيار الأول هو زراعة الأسنان الخيار الثاني والثالث اللي هو لنعرف سيئاتهم نعرف حسنات الزراعة اللي هو الأطقم المتحركة بضبط خيارات المريض بالضبط خلينا نقول يعني يعني والله صدقت بالحكي خلينا نعطيهم بالضبط الزراعة بطل في حلول ثاني شو الحلول للفراغ أنا عندي فراغ في الأسنان أول حل ممكن نستخدمه اللي هو طقم متحرك بكل بساطة بأخذ الطبيب قياس ثاني يوم بيجي المريض في جاهز طقم متحرك اللي هو متعرف عليه بمجتمعنا بلغة بسيطة إيش تسموها النيرة أو الضبة 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 أو الوجبة آه أو الوجبة أو الجزئية هلأ فيه شغلة كثير مهمة إحنا دائما يعني بنهملها أول إشي الأطقم المتحركة بتأثر على نفسية البنياء كنت عام تحكي عن الاكتئاب عبل شوي الضبط هذا المستخفية أنا بقول بمجتمعنا فيه استخفاف المشغعر ما بينما هو بيأثر على كل شيء إن شعور الشب أو الصبية أو أي حدا عم يلبس هاي الضبة أوكي أنا بأكد لك إنه بحس إنه فيه شيء غلط فيه في حيات